ويبدو أن التركة الطويلة لأولويات خدمة الناس لأسبابها وتوقيتاتها تحتاج إلى معالجات مستدامة بجميع محافظات العراق حيث تعاني أحياء المهندسين والمفقودين في الناصرية مأساة بسبب غياب واضح لأبسط الخدمات ما دفع الأهالي إلى مناشدة الجهات المعنية لإنقاذهم من واقعهم المأساوي حيدر حنون والتفاصيل يعاني المواطنون في حي المهندسين والإسرى والمفقودين في محافظة ذقار من انهيار الواقع الخدمي في المنطقة بعد أن تمت سرقة المشروع الخدمي الذي تم تقصيصه لمناطقهم الناس شهيد الدوائر الخدمية والسيد محافظة ذقار المحترم والقام مقام ومدراء الدوائر الخدمية لزيارة حي المهندسين وحي الأسرى والمفقودين بالأسكان الصناعية وذلك المعاناة المنطقة من الخدمات من البلدية من التبليط من كابسة ما توصل للمنطقة يعني بالشتة العالم ما تقدر تطلع ويتحدث الأهالي عن مأساة حقيقية نتيجة إلغاء المشروع الذي كان من المؤمن أن يقضي على هذه المعاناة فواقع المنطقة ينذر بكارثة بيئية بعد انتشار النفايات فيها وتكدس مياه الإسالة في الطرقات العامة ومقابل هذه الأموال التي صرفت في المحافظة لكن الأوضاع الخدمية فيها تثير سخط الأهالي بعد التراجع الكبير حيث يشكو مواطنيها من نقص مياه الشرب والخدمات البلدية التي زادت من هذه المعاناة مناشدة خاصة لمحافظ ذيقار الإبراهيمي ولمدير بلدية الناصرية المنطقة تعاني من الطريق تبليط ما بيه سبيس ما بيه وقبل بلدية بالإسكان الصناعي قسم الإسكان الصناعي قسم بالله ما واصل المنطقة ولا يعرفه علما هي ضمن الرقعة الجغرافية لمنطقة الإسكان الصناعي وهي معاناتنا حاوية ما قعدنا متنفس بالمنطقة ماكو حديقة ما هسه حديقة ماردعمي مبارك تبليط مبارك تبليط صدقوني إذا طب المطفى أنا يطلع للتبليط وشو بيستغربه كأنه ما وفد شي غريب عنده كائن حي نازل عليه خلونا نلحق الناس جزاك وإلا هاي الناس ستنفجر بعد ولم تتوقف المعاناة في هذه الأحياء حيث تعاني أغلب الأقضية والنواحي في ذيقار من عدم وجود الخدمات الأساسية فيها والتي ألقت بظلالها على واقع الأهلية لقناة صراح الدين حيدر حنون الناصري